قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال حدثني حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيئا في الهام والعين حق وأصدق الطير الفأل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبان وعبد الصمد قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن عطائي بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يصلي وهو مسبل إزره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ قال فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ قال فذهب فتوضأ ثم جاء فقال ملاك يا رسول الله ملاك أمرته يتوضأ ثم سكت قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره